هنبدأ نتكلم على اليرو ديناميك تيستنج المفروض الفيديو اللي فاتت تتكلمنا على اليرو ديناميك تيستنج او الدراك فورس والفيديو اللي عبليك كلمنا شوية على الداون فورس فمفروض نبدأ نعمل التيستنج عشان نبدأ نفعل الانتساء ارقام ديت هلا ارقام السوريات كالدية هل فعلا متحقة او لا لا فاحنا من اللي عندنا 3 طرق بنعمل بها تيستنج اليرو ديناميك اول طريقة هي الـ CFD ودي طريقة software على البرنامج الانزز لسه في كلام الدكتور زكريا ممكن يدخل كاملة بيشرحنا فيها حاجة ثلاثة طريقة هي الـ On Track أو On Road Testing دي انت بعد المتعمل منفاكشنج وتصنح خواص الحاجة اللي انت عستعملها تيستنج بالتستها في الـ Road أو On Track ثلاثة طريقة ودي هي حتى الان علامة في المنهج وهي الـ Wind Tunnel ودي متقسمها لأربعة اكتجرس اما بالـ Air Guide دي متقسمها النوعين الـ Open & Close او الـ Construction Test Section او الـ Scale ممكن تبقى Full Scale او ممكن تبقى Scale Down واخر الطريقة هي الـ Control وويند في غسطين اول حاجة للـ Safety Analysis دوت احد مريساته انه هو النور الوحيد للتدر تعمل من قبل ما تعمل له مدفاكشنج على العكس للنوعين التانيين هو الـ Relatively Cost بتاعه بارده قليل انت مش محتاج بس طبعا فيه Still Cost لسه عشان انت محتاج لها براماته والبرسطين بتاعي بقايز و الـ Time بتاعه الحل الـ Relatively باردو Small بيعتمد على عدد الـ Attractions انت تستخدمها في الحل واخر حاجة انك تدد تستضي اي location في العربية مهتم بيه على عكس مثلا الـ OnTrack او الـ OnRoad انت بتـ Select ام اكد معانا بصفة عبية تعملها استضي بس انت تدر تختار اي نود لان النود هي اللي بتعمل عليها الـ Equation بتتحلى عليها وتقدر تستضي الـ Points دي هانا زي CFD يقدر يحل الكيس اس الى انت بتدهيله ديت عم ترين انه بتستعضي منها ديت بتبقى خمس معدلات اول معدلة هي Continuity ودي لازم تطبق في اي كاس انت بتدهيله ثلاث معدلات تانيين هم الـ Momentum في الـ X و Y و Z ودي تعال حسب الكيس انت بتدهيله لو حاجة زي اللي من كده انت دي في الـ 2 دي بس فانت محتاج مثلا الـ X و Y Equation بس هي اللي تطبق وهتهمي للـ Z والتالي انت كده هتتزوفر وقت في simulation ورنع الجهاز واخر واحدة هي Energy ودي بتتطبق في حالة لو فيه Q-In او Q-Out او اي حاجة لها علاقة بالـ Temperature ثاني مصود هي الـ On Track او الـ On Road Test ديت لها تلات طرق اول طريقة منك تركبين البطنشيومتر على كل Spring وانت أريد يعرف الـ Spring Rate او الـ Key بتاعته فتقدر تحسب الـ Down Force الثاني طريقة هي الـ Coast Down Test وديت عم ترية انك بتاكسيراتها العربية عند هاي Speed وعدين تموارها او تجيبها Neutral وتسيبها الـ Coast لحد ما توقف وتركورد التايم دوت عم ترية تحسب تدف تحسب الثالث طريقة هي Rule Test وديت عم ترية انك بتركب بيستز صغيرة من الصوف على العربية زي في الشكل دوت كده وتبدأ تماشي العربية On Road او On Track فتصوف دوت هيبدأ يتحرك وياخد شكل الـ Stream Lines اللي جاية على العربية فتقدر بالـ Test دوت تعرف شكل الـ Fortithesis واماكنها فين ثم نسخد هيرواند الـ Tunnels وأول كاتيجرال ديها هو Air Guidelines في منه نوعين الـ Open و الـ Closed الـ Open دايما الـ In-Innet هوا Fresh Air من برة الـ Closed بتاخد الخارج من الـ Tunnels وترجعه تاني فده لي ميزة انك بتقلل Power Requirement بس ليه عيب انك بتزود درجة حرارته فهتحتاج عشان يقلل درجة حرارته تاني لان المودل اللي انت بتبقى مدخله غالباً بقى معمول من المادة اللي هي البلاستيلينا ودهيت مش تتحمل درجة حرارة عليه واخر ميزة ليه انه عشان تتحكم بكل الـ Conditions والـ Climate Work اللي في التست بتاعك طب عيوب الـ Open ايه انه هو نوز بتاعته عالية وانه يحتاجة في الـ Intake عشان يمنع اي تيور او ورق او او واتفر ايه اللي يدخل التست بتاعك الماتجوريه هو الـ Construction Test Section ايه وندة تانيل من دعسامة لتات اجزاء اول جزء اللي هو النوزل تاني جزء اللي هو Test Section وهو كيس بتاعتنا دلوقتي واخر جزء هو الفان ده ممكن يبقى ليه اربع اشكال اما يبقى Open اما يبقى Closed او Streamlined يبقى خطة كده على نفس الكرفة العربية وايما يبقى Slotted All دوت لو بسطيته من جانبه يبقى الحيطة نفسها فيها Slots كده او ممكن تبقى Perforated اخر الكاتيجوريه هو الـ Scale نقسم الـ Full Scale او Scale Down Model الـ Scale Down Model لازم تراعي ان الـ Scale Ratio بتاعتك ما تقلش عن تلاتة وتلاتين في المية عن الـ Scale الاصلي وهي النسبة بين الـ Frontal Area للموديل والـ Sectional Area للوند تانيل ودي ما تزالش عن خمسة في المية هلحظك كتاب الدكتور اخر الكاتيجوريه هو الـ Control One Day Velocity ستتحكم في الفلوسطي بتاعت الحواء خلال الـ Wind tunnel test عندك طريقتين اما انك تغير الـ Beachy Blade Angle اللي هي الـ Angle ديت وتحفز على سرعة الفنة سابتة بس بتغير الزاوية دي بس المقدار التانية تغير سرعة الفنة نفسها ونحفز على Beachy Angle سابتة